أنما بقى إذا حبينا نتعامل مع الغضب ونضير الغضب ونضير مشاعرنا فيه طرق كتيرة إحنا نذكر بعض الطرق وبعد كده نذكر لها بعض الإجراءات من أهم الطرق اللي بنعالج بها الغضب التأجيل اللي أنا بسميه التأجيل الوافي تأجيل الأوفياء إن الشخص يأجل الكلام لو فيه غضب نأجل الكلام بس نأجل الكلام في الموضوع ده لوقتي تاني وأوفي بيه طيب إحنا ممكن نتكلم بعد ساعتين وأجي بعد ساعتين وأتكلم ممكن أجيله البكرة وأجي بكرة ونتكلم في الوقت اللي محددينه ونتكلم ده بيعمل إيه؟ بيخليني أنا وغضبان عارف إن أنا عندي طريقة وعندي مخرج من الغضب لإني أسوأ حاجة في الغضب إن أنا أحس إن فيه نار حولي فإيه اللي يحصل؟ طيب أنا أكون في النار لوحدي دي أروح وأخد اللي قدامي كمان في النار اللي أنا فيها لكن لما حس إن فيه مخرج إن أنا ممكن أجل وأجل التأجيل الوفي ده آه لأنا ممكن إيه اللي حاصل؟ يبقى ده مخرج ليه من الغضب فبقى عارفه طول الوقت الشخص الغضب ممكن يكون في حالة طفولة متمردة إيه طفولة متمردة أنا سمعت عنها؟ آه ما إحنا عندنا شرائط كده في الإنسان إنسان فيه عنده شريطين للوالدية كده الوالدية الرعية والوالدية الانتقادية والدية الانتقادية بتاعت أنت عمرك ومتعمل حاجة كويسة أبدا والوالدية الرعية البس تيل انت ونازل بلاش تلبس النهاردة حر بلاش تنبس الحاجة التيلة النهاردة النهاردة حر اللي هي الوالدية اللي هي السلطة بس حنية دي السلطة الوالدية الراعية طيب والانتقاد ده يبقى دي والدية إيه؟ والدية الانتقادية وفيه عندنا شريط البالغ وبعدنا عندنا تلات شرايط التفولة المتمردة والتفولة المزعنة والتفولة الطبعية الشخص الغضب ممكن يكون غضب لأنه عنده تفولة متمردة وفي حالة هياج فمش بيفكر بشكل منطقي ومن علامات الرجولة اللي الست بتشوفها في زوجها سرعة الترضية يعني ايه؟ إنه هيقدر يتفادى غضبه ويعمل ايه؟ يسارع في ترطيتها فلو بيراضيها بسرعة يبقى راجل حقيقي وفي نظرها لو إنه هو استمر على كده وهيملك قلبها لكن لو سابها وما رضهاش بتكون مشكلة كبيرة لأنه كده إيه اللي حاصل؟ هيتركها الغضبها ويتارك نفسه الغضبه يولع في البيت احنا لازم نقول إن الأمور لازم لما نغضب ما نحاولش الحاجة ونحطهاش على محور الايه؟ على محور الغضب عشان بعد كده كل واحد هيتطر ينتقم لكرامته وساعتها تبقى المسألة وقعة مش لطيفة فالترضية شيء مهم جدا جدا وكل الإنسان دايما نقول كده من أحسن الترضية فقد اتدخر لحياته الزوجية يبقى اللي بيحسن الترضية ما تفتكرش إنه أنت لما تراضي زوجتك أو أنت لما تراضي زوجك أنت كده الترضية دي زهبت لا بتبقى مدخر في القلوب بتتشال الزوجة بتغضب عشان ما عندهاش مكان يبقى أمان لها غير زوجها فلما بيضيعها ما أنا بتحس إنه ضاعت في الغضب ما فيش حاجة اسمها ما فيش حاجة اسمها التنفيس أنا بنفس عن نفسي فأزعق إيهوها تعمله كده لأن التنفيس لو ريحك دلوقتي وزعقت ونفست وتعصبت أنا بتعصب بس عشان أطأ يعني لا مش هي دي الطريقة الصحيح أنت لو أجنت عايز ما تنفس لقي نعمل إيه حول هذا الغضب إلى فرصة تستطيع من خلالها أن أنت تثبت أن أنت أقوى من الغضب وهو ده اللي حضرت النبي قال لنا ليس القوي بالصرع ولكن القوي مليملكه نفسه عند الغضب يبقى الغضب لما ييجي فرصة يلا يا جماعة فرصة عشان نأكد أن احنا عندنا ثقة بنفسنا عندنا قوة عندنا قدرة على الإرادة ولو الزوجة كلمت أهل زوجها ساعة الغضب بتخليه حس بالإهانة فلازم تكلموه ما تكلمش أهله زي ساعة الغضب وهو لو كلم علىها هي بتحس أن ما فيش خطوط تواصل بنا وبينه خلاص والكلام بقى مع الأهل خلاص وأن في الحالة دي ما فيش جسور تواصل وتقطعت جسور التواصل وبتبقى المسألة ما بتبقاش في أحلى أحوالها دايماً بيقول الناس ما تبنيش على الماضي وحل مشكلتك دلوقتي الشخص اللي بيجيب سرط الماضي وبيعيش في الماضي دايماً بيخلي نفسه دايماً في حالة غضب وفي حالة ثورة وبيكون الشخص ده هو ليه هدف بس الهدف ده ما بيحقهوش هو كل ما بيكلم عن غضب وكل ما بيكلم عن الماضي هو طالب من شريك حياته الاهتمام والتأدير وعشان كده لازم نتخلص من الكلام عن الماضي ونطلب مباشرة التأدير والمحبة من شريك الحياة نعمل إيه لازم ساعة الغضب نغير وضعنا طب إحنا غضبانين مع بعض يبقى لازم نبتهاد وقت الغضب يستأذن الزوج إذن محترم وإيه اللي يحصل ويبتعد عن الزوجة ويبتعد عن المكان في وقت الغضب ده لأن في أوقات كتيرة بيتحول الغضب من عمف لفظي إلى عمف جسدي وإحنا شايفين المسائل مش تحت السيطرة دلوقتي خلينا نتفق لما كل واحد من شركاء الحياة يستأذن من شريك حياته يقول له بعد إذنك أنا عايز ماكملش الحوار ده يسمح له بده ويستأذن بس لو كان الحوار حامي ما بحبس أنه يستأذن أكتر من ساعتين يهدى يعمل حاجة مسعدة وبنصح الناس لما يكون مستأذنين اللي هو بيسموه استراحة استرداد النفس والعودة مرة ثانية إلى الحوار بحبس أنه يسمع حاجة بتسعده حاجة بترفرحه حاجة بتهدي خاطره ويا سلام لو كان دوة الزكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب يصلي يذكر ربنا يشوف حاجة تدخل عليه الابتسامة والبشر ساعتها يبقى مؤهل إن هو يرجع تاني للحوار الحاجة التانية اللي ممكن يعملها ما نبنيش على الماضي لما نرجع للحوار نتكلم عن المستقبل والسعادة حتى لو كنا وقفين عند نقطة نستأذن بع ونقول إن إحنا النقطة دي أصابتنا بالغضب فإحنا النقطة دي هنكملها وننهيها في أقرب فرصة يعني هنقفلها ومش هنفتح فيها لو كانت من الكلام عن الماضي ونفتح في كلام جديد عن المستقبل والسعادة كمان تالت حاجة وآخر حاجة إحنا عشان نمتنع عن الوقوع في فخ عدم القدرة على إدارة الغضب وإدارة المشاعر لازم من بدري نكون متنبهين يعني الشخص العصبي والشخص اللي هو عنده غضب وانفعالات ما بيقدرش يسيطر عليها لازم من الأول خالص نقول له حاجة الكلام ده باختيارك الكلام ده أنت مش مجبور عليه الكلام ده مش طبع الكلام ده سلوك تقتل تتغيره وعشان كده إيه اللي حاصل لازم من وقت للتاني يتعود إنه هو يراجع نفسه ويجلس مع نفسه في محادثة في خلوة احنا بنسميها كده الخلوة الرشيدة إنه هو يكلم نفسه في إنه هو لما ييجي في لحظات الغضب هياخد إجراء من الإجراءات التلاتة دي إنه هو ياخد عشر ثواني يذكر فيهم ربنا سبحانه وتعالى لغاية ما يقل غضبه أو إنه هو يفتكر جميل عمله ولو شريك حياته أو إنه هو في الإجراء التالت يفتكر العاقبة السيئة إنه هو لو تماد في غضبه أو يعمل التلاتة مع بعض ويهدى وبعد كده يطلب التأجيل زي ما إحنا قلنا الإجراءات دي ممكن تساعدنا كتير على إنه إحنا ندير غضبنا وإنه إحنا كمان نوصل لحال الرضا يا سادة مش الراجل هو اللي بيقدر يغضب ويتعصب ويعلي صوته ولا المرأة هي اللي بتقدر تعلي صوتها عشان توقف الهجوم عليها الإنسان الصادق في حبه اللي شريك حياته والصادق في حرصه على أسلته هو اللي من بدري يدير غضبه ومن بدري يتدرب على ده إدارة المشاعر وإدارة الغضب محتاجة تدريب ومحتاجة كمان الاتكال على الحبيب الأجل سبحانه وتعالى أي حد عصبي أي حد بيغضب هو قادر على إنه يمتنى عنده بس يستعين بالله سبحانه وتعالى ويدرب بنفسه وإن شاء الله كل الأعمال اللي في البيوت مدعومة من الله سبحانه وتعالى المعبود يلا ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونتخلص من هذه الآفة اللي هي على قد ما الناس بيستهينوا بيها على قد ما هي بتأثر على بيوت كتيرة وبتزعزع البيوت وبتزعزع عامدتها وبتزعزع الحب فيها يا رب أعننا على إن احنا نكون في مددك وفي رحمتك لإن فعلا إدارة الغضب والمشاعر هي من أعظم أبواب الرحمة اجعلنا رحماء يا رحيم بأهلنا وبناسنا وبأهل بيتنا عشان نرى جمال أودك في بيوتين